منطقة اليورو ترجع قرار منح حزمة إنقاذ بقيمة 130 مليار يورو لليونان هي في أمس الحاجة إليها قبل حلول الشهر المقبل لتفادي إعلان إفلاسها وتعرضها لخطر الخروج من منطقة اليورو وزراء مالية المنطقة برروا ذلك بأن اليونان فشلت في توضيح آليات سد العجز في ميزانيتها للعام الجاري ومقداره 325 مليون يورو وفي إقناع زعماء جميع الأحزاب بتوقيع تعهد لتنفيذ إجراءات التقشف تطلبها الجهة المانحة وزير المالية اليوناني علق على ذلك قائلا إنهم يفردون علينا دائما شروطا جديدة ونلاحظ بكل وضوح أن هناك قوى داخل أوروبا تلعب بالنار وتعتقد أن القرار الذي تتخذ في أكتوبر 21 الماضي بشأن قرض جديد لليونان غير قابل للتنفيذ وتتمنى أن تصبح بلادنا خارج منطقة اليورو وكان من المقرر أن يلتقي وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل للموافقة على خطة إنقاذ اليونان لكنهم سرعان ما ألغوا اجتماعهم هذا بعد أن أكد رئيس مجموعة اليورو جروب جون كلود يونكر أنه لا تزال هناك ملفات عالقة بين اليونان والجهات المانحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر